درجة العدد عندي 1200 بيترتبوا تنازلي 1200 بقفل عليهم هم دول اللي حيتموا اختيارهم للكلية ليه محمد جابر بيقول ليه ابناء العاملين في الشرطة اللي هم الاولوية في القبول مين قال انه لهم الاولوية في عندي ولاد زباط ساقطين ولا يقبلوا ومش في السنة دي من السنين فاتر مش هي دي لهم الاولوية اصلا هو برضو جزء من النسيج اللي احنا ورسناه الشعب كله بقى مش بس الشرطة هو النظام السابق يعني لو تسمح لي خلى البلد كلها تورس عشان لما تيجي لحظة التوريس الكبرى تكون البلد كلها يعني مستوعباه اه مستوعباه فكل واحد ده كترة جايبين ولادهم ده كترة ويتعينوا معاودين في نفس الكلية يعني شئم السر المستشارين ولادهم بيبقوا قلق نيابة حتى لو التقدير مقبول فكانت هي ماشية في البلد كلها اعتقد ان احنا محتاجين شوية وقت عشان العقلية دي تتغير مش هتخلص يوم وليل ده اكيد وانا قلت لحضرتك في بداية كلامي ان هذه قافة مجتمعية لو تخلصنا منها كل الامور دي هتتحقق الطالب اسامة كورة بيقول الطالب المتفوق رياضيا او بيلعب في النادي وحصل على بطولة جمهورية او بطولة دولية ده من ضمن معايير المفاضلة في لجنة الهيئة في لجنة الهيئة طبعا ما فيش كلام يبقى ليه نصيب في المتين مش الربعمية مالوش دعو بالربعمية الربعمية دول زيه زي زميل ما فيش كلام ييجي الهيئة لو هو معاب طولة دولية يجيب لنا الشهادات بتاعته انا عايز واحد فت بيتر سعد نفس السؤال يا بيتر هم اولاد اللوات والمستشارين ينطبق عليهم الاختبارات ولا ليهم تأشيرة خاصة لا ليهمش تأشيرة خاصة يا ريت تسأل هم كله برضو بيتر على نفس الشكل الناس برضو بتسأل عن كانت انت عارف كمان الشرطة او الاكاديمية والكلية ارتبطت في الايام الاخيرة بالمحاكمة بالمحاكمة الدنيا عملت عندكم ايه لا والله احنا الحمد لله الاكاديمية كمكان له تأمينه وله حرمته وبالتالي كان الاختيار اعتقد ان دي سياسة وزارة وسياسة دولة واعتقد ان المشاركة وزارة الداخلية باكاديمية الشرطة فانها توفر هذا المكان اعتقد ان ده بيحقق مطلب جماهيري عام خاصة ان الاكاديمية ووفقا لتعلمات الوزارة ان حطنا شاشة خارجية علشان حتى لمالوش تصريح ويدخل يقدر يتابع من خلال الشاشة الكبيرة كله المواصفات من عملية الانضباطية سواء في الالتزام بالوقت سواء في الوقفة في الشكل العام في كيفية التحدث مع رؤساء وكيفية التعامل مع جملائه كل دي امور لابد ان يربع عليها من البداية تعرف الطالب جاي مدني ليس له اي حكم على وقته يعني يوم يعني كل حياته ياما صهران ياما والام والاب يعني حيرانين في تنظيم عمله الوقت لا عندنا لازم نكون في نظام لاننا عندي يوم عمل كامل مشحون من تدريبات ومحاضرات وتدريب فني وتدريب مهاري كل دي يعني لها تبعاتها في اعداد الطالب اعداد جيد يقدر يتحمل كل هذه التدريبات سيدة الهوة تاني بأكد على اللي بدأنا به حضراتكم مدركين ان هذه هي دفعة تاريخية وانها دفعة تختلف تماما دول من شباب الصورة دول من شباب الصورة واعتقد ان زيادة العدد ده بيعكس مدى الوعي اللي اوجده شباب الصورة في ان زي ما بقول وبأكد عليها ان رسالة الامن رسالة سامية ولابد ان يسهم المواطن وخاصة شبابنا في تحقيق هذه الرسالة احمد عبدالجواد بيسأل سؤال مهم بيقول يا ريت تسأل سيادة اللي وعالطلاب اللي صدر ليهم احكام بدخول كلية الشرطة منذ عام 2003 ولم يتم تنفيذها حتى الان ما هو موقفهم في ظل التغيرات الجذرية بعد الثامن لا لا انا بنفس جميع الاحكام ودي تعلمات الوزارة تعلمات مساعد او الوزير رئيس الاكاديمية بالتنفيذ انا نفست التلاتة لو هو معاه صيغة انفيذية يجي له ونحننفذ له فورا هيفاء بتقول يا ميزو والله ما كان بيدخلها اللي معهم فلوس ورشاوي اللي كان بقى خلاص يا احنا ان شاء الله في اللي جاي يا راجل ده لا خلينا برضو نردلها على السؤال حتة الرشاوي ها وكان فيه كل من قلت حضرك من شوية لابد هناك نصبين من يستغل وسناصرة قبول طلبات ليس في كلية الشرطة وانا في كلية الحربية وكليات العسكرية لانهم بيستغلوا الوقت وبيستغلوا حتة ان هناك القافة اللي بقول حضرتك عليها ان المالوش ظهر مالوش نصيب فبيستغل هذا الموقف بادعاؤه انه على علاقة بفلان وفلان وانه قادر وقادر وقادر وابتدى يبتز يبتز هذا الناس اذا قبل كسب وربح اذا مقبلش اقوله والله انا عملت اللي علي وكان فسيناريو بيتم منك ولذلك انا بعلن على جميع ابنائنا وجميع مواطننا ان لو مواطن تعرض لمثل هذا الامر عليه ان يخترنا فورا واناك توجيهات صريحة من السيد منصور عيسى وزير الداخلية ان لو ضبط مثل هذا الامر ببلاغ من احد الطلبة هتكون له الاولى في القبول اولوية في القبول اولوية في القبول ده مهم جدا فسالتك الاخيرة لشباب مصر اللي بيحلم يبقى زابط شرطة في عصر الثورة والحرية يعني الرسالة اللي بقى ديها لابد ان يكون هناك تسامح من كافة شبابنا وان يعلموا جيدا ان احنا نعمل جاهدا لتحقيق كافة مطالب الثورة وكافة ما يأمله الشعب المصري في رجل الامر اخيرا سيدة اللي هو احمد البدري انطباعك الشخصي سؤالي الاخير عن مشهد حبيب العدلي وهو وزير الداخلية الاسبق في قفص الاتهام سبعا بحضرتك والله والله هو طبعا يعني منظهر بنعتبر منظهر او منظر مؤلم ولكن ده العدالة لابد ان تأخذ مجراها واحنا كلنا ثقة في القضاء المصري في ان يظهر الحق واذا كان مخطئا لابد ان يحصل على جزالة يعني ده شيء تلقائي تلقائي انما لا ينم عن ان هو موافق عن اذا كان هناك تصرف واذا كان مخطئ واذا كان هناك حكم العدالة تأخذ مجراها ما اعتقدش ابدا ان احنا احنا جبولنا على الاحترام يعني او تربينا كجهاز امني على احترام الغير ايا كان واذا كنا بقى حنقول الحتة دي واحنا بننادي بحقوق الانسان هذا من حقه كانسان سات الله وآحمد البدر المدير كلية الشرطة تمنياتنا ليكم بالتوفيق في المهمة الصعبة وحارفين كلنا انها صعبة وشقة ربنا عينكم عليها الضغوط كبيرة ما حدش يقدر ينكر ده والضغوط فوق طاقة البشر وستظل التليفونات والوسايت ربنا يقدركم في اختيار الافضل انكم تتحسبوا على ده قدام ربنا ان شاء الله ونتمنى ان احنا نحقق لمصر ونقدم لمصر العريس اللي تتمنى وزي ما بقول حضرتك اي واحد لما بيجي هلوة او كلمة العريس احنا مستنين والله عرسان يعني انا بس بعديزنا حضرتك اي اسرة يوم بيتقدم عريس لبنتها مش بتسأل عليه اي وبتشوف اخلاقياته اي ما بالك بقى عريس مصر اللي حيحقق امن وامان مصر والله ده احلى وصف حضرتك بتختن به وهو ان الطلبة دول هيبقوا عرسان مصر اكيد لياخدوا بديها الحرية واملنا فيها يا رب املنا فيها وانا بعتز بجميع طلب كلية الشرطة لان الحقيقة ودي لازم اقولها ولازم الناس كلها تعرفها ان الطلبة منهم من شارك في 25 ناير وانا عايز اقول وقت الفراغ الامني احنا وجهنا نداء لطلب السنة 4 او سنة 3 ان ينزلوا مع اللجان الشعبية وكان لهم دور في حماية المساكنهم ومساكن زملائهم اللي موجودين او القاطنين في المنطقة اللي هم سكنين فيها ومش عايز اقول لحضرتك ان منهم من قبض على بعض البلطجية منهم من مسك بعض اسلحة وكانوا بيتصلوا بيها انا شخصيا كمدير كولانية كنتم وجود في المكتب وبالساعد مساعد بوزير الرئيس الاكاديمية في طب نتصرف في ازاي الاسلحة اللي هنأبضنا فكنت بتصل بالشرطة العسكرية وقول له في فلان فلان في الحتة الفلانية مسك ناس وكان بيتوجهله وكان فيه تعاون كامل جدا جدا الحقيقة من الشرطة العسكرية في تسهيل رسالة اللي أدها الطلبة الوائح أحمد البدري بشكرك شكرا جزيلا نورت محطة مصر شكرين جدا 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 كل سنة وانت طيب طب ألف صح وسلام إذن غدا بمشيئة الله موعد جديد وحكاية الجمعة المقبلة السلفية والصوفية ثواقف أخرى مشاركة في هذه الجمعة هتكون غدا في محطة مصر حتى حين هذا الموعد خليكم كلكم فاكريين أن محطة مصر ستبقى بإذن الله سكتنا ليكم إلى اللقاء شكرا جزيلا